الملك سلمان في مصر هكذا جاء هشتاج دلشنه المصريون وفي دقائق أصبح ضمن قائمة الأكثر تداولا على تويتر للترحيب بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر ليترأس وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية بمدينة شرم الشيخ ما تم من تحليل مضمون مواقع التواصل الاجتماعي في كثير بوسائلها وأسالبها من كثير من الفئات للترحيب بضيف مصر الكبير خادم الحرمين الشريفين أعتقد أنه يمثل إطارا جادا وأساسيا للتعبير عن الرأي العام المصري المشاركون في الهاشتاج حرصوا على الترحيب الكبير بالزيارة الملك السعودية مع نشر عبارات الترحيب والاحتفاء بتوجده في مصر كما قاموا بنشر صور وصوله والتعليق عليها معربين عن سعادتهم بتلك الزيارة مواقع التواصل الاجتماعي بدلت مجهود كبير جدا في عملية الترحيب بالملك سلمان ملك المملكة العربية السعودية وليس مواصل التواصل الاجتماعي بل الشارع المصري نفسه وكل وسائل الإعلام وكل وسائل التواصل وكل وسائل التعبير بما فيها حتى الاتصال الشخصي بين الإنسان والآخر في الشوارع وفي الميادين وفي الأماكن العامة ويشارك الملك سلمان في أعمال قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبية والتي تعقد بمدينة شرم الشيخ على مدار يومين تحت شعار الاستثمار في الاستقرار لبحث قضايا المنطقة والأمن والإرهاب والهجرة غير نظامية والتي يشارك فيها 51 الدولة عربية وأوروبية ترحيب مصري كبير بزيارة خادم الحرمين الشريفين إلى مصر ترحيب وصفه البعض بمظاهرة حب على مواقع التواصل الاجتماعية وهو ما يعكس عمق العلاقات الثنائية بين الشعبين لقناة الإخبارية محمد عبد الحكم القاهرة